بضيفتنا التي تنضم إلينا من رامالله المحامية سيدة ساري باشسي المسؤولة في منظمة Human Rights Watch سيدة أنت معنا الآن تتابعين المشهد بكل تأكيد في قطاع غزة وهذه الحرب المستمرة ما تقييمكم للوضع الإنساني ابتداء في القطاع سعيدة جداً لوجود معك اليوم نحن نتابع الوضع الإنساني في غزة وهذا الوضع غير مسبوق حيث أن الأستطاة الإسرائيلية لأول مرة تقطع كل قنوات القنوات الإنسانية الخاصة بالمياه والكهرباء وأيضاً الغذاء قد المنظمة الصحة العالمية تقول أن الشخص يجب أن يتناول لتر ونصف من المياه النظيفة يومياً ويبقى بصحته ولكن لا يوجد هناك أي مصادر للمياه النظيفة وحتى المياه التي تم تحلياتها تحتاج إلى وقود ويوجد هناك أي وقود لذا هناك طلب فوري للسلطات الإسرائيلية لكي تقوم بإعادة مصادر الكهرباء وأيضاً أن يكون هناك إعادة فتحة للأنظمة أنظمة المياه وأنظمة الصرف الصحي وأيضاً عدم عرقلة الأنظمة الطبية ولا استهداف البنية التحتية الطبية الذي كانوا يستهدفونها طوال الأسبوعين الماضيين سيدة ساري ما التوصيف القانوني لوضع قطاع غزة الآن تحت الحرب والمجازر التي ترتكب بحق المدنيين في القطاع أنا قلقة للغاية لأنه منذ بداية هذه التصعيدات الأخيرة كل القوانين المعنية بالحقوق الدولية وحقوق الإنسان بشأن حماية المدنيين تم انتهاكها سراحة وأيضاً حماس قد قامت بارتكاب جرائم حرب من ناحيتها فقد أخذت مدنيين كرهائن وأيضاً إسرائيل ترتكب جرائم حرب عن طريق عرقلة المساعدات الإنسانية والإمدادات الإنسانية لغزة واستهداف المدنيين هذه جريمة حرب أخرى نحن نريد إحلال القوانين الدولية وأيضاً حماية المدنيين في غزة وأن لا يكون هناك أي شروط في إمداد غزة بالمساعدات الإنسانية والطبية التي تحتاجها وأيضاً بالنسبة لحماس يجب أن تطلق سراحة الرهائن الذين معهم بشكل غير مشروط فحقوق الإنسان الأساسية سيدة ساري أنا سألتك عن التوصيف القانوني التكييف القانوني لوضع قطاع غزة الآن تحت هذه الحرب لما أسألك عن ممارسات ارتكبت سواء كان من الفصال الفلسطينية في السابع من هذا الشهر والحديث يطول في هذه الجزئية حتى الآن لا نساوي بين ضحية الآن في قطاع غزة تتعرض للقصف بشكل عنيف على مسمع ومرأة من العالم مع من يتحدثون جهاراً نهاراً صباحاً مساءً عن حقوق الإنسان عن حقوق الأطفال الفتية الرجال الكبار والصغار هناك حالة استهداف حقيقية لكل هؤلاء الآن لا مكان آمن في غزة كيف نصف ذلك بلغة قانونية يفهمها هذا العالم الذي ادعى كل هذه الحقوق والقوانين على مدار السنوات الطويلة الماضية أولاً قوانين الحرب تنص صراحة أن يكون هناك حماية للمدنيين وأن يكون هناك إمدادات إنسانية لا محدودة فهذا يعني أنهم صراحة قد ارتقبوا قرائم حرب أنهم يقترقون القوانين الدولية وهذا يعني أنه يجب أن يكون هناك نظام راضع لما يقومون به فهم يقومون باستخدام العقاب الجماعي وهذه جريمة حرب على مرأة ومسمع الجميع أيضاً الانتهاكات التي يقومون بها تجاه عرقلة المساعدات الإنسانية التي يتم إمداد المدنيين بها هذا أيضاً جريمة حرب هذا كل انتهاك للقوانين الدولية ولكافة الموثيق الدولية أيضاً استهداف الأطفال واستهداف الفئات المستضعفة والنساء والشيوخ هذه جريمة حرب أخرى هذا كله ضد القوانين الدولية استهداف المدنيين ضد القوانين الدولية وفقاً لكافة التشريعات سيدة ساري إذن جرائم حرب وعقاب جماعي ما يجري بحق المدنيين في قطاع غزة إسرائيل تعلم ذلك والدول الغربية ترى ذلك أيضاً لماذا لا يتم التحرك الآن على صعيد قانوني؟ أين محكمة الجنايات الدولية؟ مما يجري أين المؤسسات والمنظمات الحقوقية الدولية العاملة في هذا المجال؟ إرغام إسرائيل على عدم المضي قدماً في مخططاتها التي تستهدف المدنيين في قطاع غزة؟ محكمة الجنايات الدولية ما زالت تقوم بتحقيقات كثيرة بشأن الجرائم المرتكبة في فلسطين وهم ما زالوا قيدة التحقيق لكن لا يمكن أن تقوم دولة بمنع دولة من ممارسة هذا لكن نحن ما ظلنا الآن نؤمن في القضاء ونؤمن في نصراته إلى الآن المحاكم ما زالت تبحث في هذا وما زال قيدة التحقيق ولكن أيضاً الدول يجب أن تتحرك ويجب أن تطلب بطريقة رسمية من إسرائيل وقف فوري لإطلاق النار وأيضاً الحماس يجب أن يتم طلب منها أن تطلق سراح الرهائن نعم سيدة ساري أمام هذا الواقع الذي توصفينه لنا ما هي التحركات الآن التي يمكن العمل عليها من قبل المنظمات وأنت مسؤولة في منظمة دولية ماذا تفعلون من أجل قطاع غزة وماذا فعلتم حتى الآن نحن الآن ما زلنا نحاول قدر الإمكان أن ننسق بطريقة وثيقة من أجل أيضاً أن يكون هناك تنسيق ووقف إطلاق النار فوري وأيضاً أن يكون هناك رد فعل عالمي وأيضاً ضغط على الحكومات من أجل التأكد على مدى التزامين والتصاقين بالقوانين الدولية أشكرك جزيل الشكر كنت معنا من رامالله المحامية ساري باشسي المسؤولة في منظمة Human Rights Watch شكراً جزيلاً لك شكراً جزيلاً لك